السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة وكما عودناكم دائما مع اخر الاخبار واخر المستجدد ففي هذا الفيديو قد نشوف واحد ظهور جديد للاميرة للاسلمة كذلك اخواني اخواتي قد نشوف ايمانويل مكرون يتودد للمغرب من اجل ارجاع العلاقات ولكن المغرب غير متحمس المغرب ممسوقش لفرنسا كذلك اخواني اخواتي قد نشوف روسيا روسيا عن طريق وزير خارجية روسيا لفروف اللي كيوجه واحد الصفعة مدوية للجزائر كذلك جنوب افريقيا واللي عبد المجيد كيقول على رامافوزا اللي هو الصديق والشقيق والاخوة وواواواوا فاليوم كيوجه لهم واحد الصفعة واحد الضربة قتلة فنقام معي الاخوان موضوع فيه ما يتقل قبل ما نبدأ ورجائي منكم كالعادة لايك البرتاج كذلك الاشتراك وما تنسوش كتابات التعاليق يعني غير وريضة غير قليب او راية المغربية فهذه الكلمات البسيطة اللي ممكن انكم تكتبوها في التعاليق ما غادي تخسرو حتيش حاجة ولكن هي كبيرة بالنسبة لنا وغادي تدعم لنا المحتوى فعلى وركة الله ندخلو موضوعنا لليوم وغادي نبدأ بالبريكس البريكس لليوم الساحة الاعلامية كاملة كتكلم عليه الاعلام العالمي كاملة كيتكلم عليه فاليوم خرج الاعلام العالمي ما شنو كيقول كيقول لكل دولة من المنظمة ديالبريكس اخترت دولة فحسب الصحف الروسية فروسيا دفعت بقوة على ايران يعني الحليفة ديالها كذلك اخواني اخواتي الصين دفعت على السعودية كذلك الهند دفعت على الامارات البرازيل دفعت على الارجنتين اما جنوب افريقيا جنوب افريقيا اللي طالما الجزائر كانت تغنى بالعلاقة ديالها معها لطالما الجزائر قالت بالليwriter هي الدولة الشقيقة الدولة الصديقة الدولة الحليفة فهي دفعت على جوج دول بطابعة الحال ما يمشوش عققكم بعيد ما دفعتش على الجزائر وإنما دفعت على الميلف ديال مصر وديال إيتيوبيا فهنا جنوب إفريقيا كتطعن الجزائر في الخلف أو أن جنوب إفريقيا كتوجه واحد الصفعة قتلة للجزائر خصوصا أن عبد المجيد هو اللي تكلف مصارف ديال القمة وما ننسوش 150 مليون دولار واللي قدمت هالجزائر لجنوب إفريقيا باش يستقبلوا عم ميليشيات البوليزاريو يعني ذاك الاستقبال اللي شفناه يعني ذاك الأحضان اللي شفناها ما بين الرئيس دير جنوب إفريقيا وزاعم الميليشيات البوليزاريو قام على الجزائر ب 250 مليون دولار فصراحة إخواني أخواتي راه بزاف على الجزائر هاد الانتكاثات المتتالية فممكن أنهم يسكتوا القلب العبد المجيد وكما كان عرفوا بالصحة ديالو علاقة للحال ولطالما يعني كان كي حلم أن الجزائر تنضم للمجموعة البريكس فسنة كاملة وعبد المجيد كيتكلم على انضمام الجزائر البريكس والكاريتة هو الأخ ديالو الشقيق ديالو رامافوزا هو اللي دافع لجوج دول ودافع لهم بقوة دافع لمصر ودافع لأتيوبيا صراحة راه انتكاثة صراحة ما هنا مدرت جنوب إفريقيا أما بالنسبة لروسيا كذلك هي وجهة واحدة ضربة موجعة للجزائر ضربة قوية صراحة فخرج وزير خارجية روسيا لفروف وكشف على معايير اختيار أعضاء بريكس الجدد قلب للأعضاء اللي ممكن البريكس تختارها ستكون عندهم الهيبة والمواقف على الساحة الدولية أولا وبما أن الجزائر ما عندها لا هيبة ولا مواقف دولية أو على الساحة الدولية وبالتالي فهي ماشي من دوك الدول اللي خصوم يتختارك أعضاء البريكس وهذا الهيبة ربك يعطيها سؤالنا البصبح واش في نظاركم عبد المجيد عنده الهيبة واش في نظاركم الجزائر عندها مواقف على الساحة الدولية فصراحة ما عندها لا هيبة ولا مواقف على الساحة الدولية فعبد المجيد في تصريحات دياله كيبن بحلش مهرش فمن الشروط ديال الدول اللي خصها تكون معهم في البريكس خص الدولة تكون عندها الهيبة بحل دولة السعودية فدولة السعودية إخواني أخوتي خلال القمة خرج رئيس جنوب إفريقيا وقال قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإتيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح دولا كاملة العضوية في البريكس بدءا من يناير 2024 فاركسوا معي الإخوان قررنا دعوة يعني البريكس هي اللي وجهت الدعوة للأرجنتين ومصر وإتيوبيا وإيران والسعودية والإمارات يعني مش هاد الدول اللي قدموا الطالب باش يدخلوا البريكس بالعكس فهنا إخواني أخوتي السعودية اللي كما قلت لكم عندها الهيبة وعن طريق وزير خارجية السعودية وردت على رئيس جنوب إفريقيا وقالت سندرس دعوة بريكس ونتخذ القرار المناسب يعني ماشي رحنا قابلين غادي ندرسوا الدعوة ديالي البريكس وممكن أننا نقبلوا وممكن أننا نرفضوا واشتو الدول اللي عندها الهيبة واشتو الدول ذات سيادة وصراحة نجواب ديبلوماسي قوي جدا هدهما الدول اللي عندهم القرارات ماشي بحل الدولة أو جمهورية لعدسو اللوبيا فقد انتقلوا الموضوع آخر هو ظهور الأميرة للا سلمة يعني واحد ظهور جديد في طنجة فكشفت مصادر أن الأميرة للا سلمة شهدت قبل أيام بمدينة طنجة وحسب مجلة لمختصة في تحقب أخبار النجوم فإن الأميرة سلمة شهدت مؤخرا خلال نوزها نادرة في طنجة وزارت متجارا فخما كيعرض أحداث صيحة ديال الموضة والذكور ودابا الإخوان غدي نشوفوا العلاقات المغربية الفرنسية فمن بعد ما خرج الرئيس الفرنسي السابق ساراكوزي ويبخ بالمزيان كذلك خرجوا 94 برلماني فرنسي ويبخوه وطلبوا منه يحل الأزمة دياله مع المغرب طلبوا منه أنه يعترف بمغربية الصحراء كذلك قالوا له باللي انترك ضد المصالح الفرنسية وهذا الشي راك يضر المصالح الفرنسية وحنا عنا المغرب أولى من الجزائر فهنا إخواني أخواتي ماكرون اليوم يتودد للمالك محمد سادة حفظه الله فبمناسبة طورة الملك والشعب الملك توصل برسالة من عند إيمانويل ماكرون فيها واحد الكلمات كلمات محترمة يعني جرت بها العادة ولكن داخل هذه الكلمات فيها دلالات ديال التودد فإيمانويل ماكرون يبارك للمالك محمد سادة حفظه الله الذكرى ديال طورة المالك والشعب وقال إيمانويل ماكرون أتقدم باسمي وباسم الشعب الفرنسي بالتهاني للأسرة الملكية متمنياتي بالمستقبل الساهر والصداقة العميقة بين البلدين هي أفضل إرت لماضينا التاريخي فإحنا إخواني أخواتي إلى كتلاحظوا إيمانويل ماكرون يذكر صاحب الجلالة محمد سادة حفظه الله باللي عندنا واحد التاريخ وكينا صادقة وهذه الكلمات يعني تودد إيمانويل ماكرون اليوم يزاوغوا ويرغب في المالك محمد السادس بس يتجاوزوا هاد الأزمة لأن مصالح فرنسا رها في خطر ولكن إيمانويل ماكرون معارش باللي هادارها المغرب ديل الفين وثلاثة وعشرين ماشي هو داك المغرب ديل الخمسينات وديل سيستينات في المغرب ديل اليوم كيتعمل ند للند المغرب ديل اليوم كيتطلب المواقف الواضحة ما باغيش دول دات الضبابية ففرنسا خصتها تعرف لي هاد تودد فما غادش يجيب النتيجة ديبلوماسيا المغربية أصلا ما كترجع لحركات بحال هكا والدليل أننا ما سمعناش لحد الآن الإعلام الرسمي طبل هاد الرسالة أو زمر لهاد الرسالة المغرب واضح المغرب قال الكلمة ديالو خاص فرنسا تخرج من المنطقة الرمادية المغرب ما باقيش باغي الضبابية فهادش اللي خصي فهمه إيمانويل ماكرون مهم إخواني أخوتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته